هذا وقد أدانت وزارة الخارجية والمختربين الفلسطينيين بأشد العبارات احتداءات ودرائم المستوطنين الإسرائيليين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وامتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات أدانت شدة التحريد الاستعماري العنصري من قبل المسؤولين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين محذرة من استغلال المستوطنين الإسرائيليين حرب الاحتلال على غزة لارتكاب مجازر بالضفة الغربية وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبها بوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني في قطع غزة